استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين بمبنى القيادة العامة سعادة الفريق أول تانسري رجم حمد فندي بن رجم حمد نور القائد العام للقوات المسلحة الماليزية والوفدة المرافق له وبحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صغير النعيمي رئيس هيئة الأركان وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة قائد الحرس الملكي هذا وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانب البحريني برئاسة معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين والجانب الماليزي برئاسة سعادة القائد العام للقوات المسلحة الماليزية حيث تم عرض إجاز عن قوة دفاع البحرين ومراحل تشكيل أسلحتها ووحداتها العسكرية المختلفة ومدى التطور الذي حظيت به في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله بعدها جرى بحث أوجه التعاون في المجالات العسكرية بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين وقد رحب معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين بالقائد العام للقوات المسلحة الماليزية مشيرا معاليه لأن هذه الزيارة تأتي في إطار تنمية وتقوية علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين مشيرا معاليه بعمق العلاقات القائمة بين البلدين وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء مؤكدا معاليه أهمية تتبادل مثل هذه الزيارات التي من شأنها تعزيز وتدعيم أطر علاقات التعاون المشترك كما أشار معاليه لحرص القيادة العامة للبلاد على دعم وتعزيز هذه العلاقات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين هذا وأقام معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين مأدوبة غداء بنادي ضباط قوات دفاع البحرين تكريما للفريق أول تانسري رجم حمد أفندي بن رجم حمد نور القائد العام للقوات المسلحة الماليزية والمفد المرافق